السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اجتماع حاسم بين الحكومة والنقابات التعليمية اليوم الجمعة والزيادة في رواتب الأساتدة لن تتجاوز هذا السقف تعقيد النقابات الأربع الأكثر تمتيلية اليوم الجمعة اجتماعا حاسما مع الحكومة وبالأخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز القجع اللقاء يهدف إلى التوصل إلى صيغة متفق عليها لتحسين دخل الأساتدة وتحديد قيمة الزيادة المرتقبة وحسب مصادر قريبة من مجريات الحوار بين القجع والنقابات فإن مطلب النقابات الذي يتمثل في زيادة قيمتها 3000 درهم يستحيل أن تستجيب له الحكومة نفس المصدر أوضح أن الكلفة الإجمالية للزيادات التي تطالب بها النقابات تصل إلى 21 مليار درهم مما يعني استحالة موافقة الحكومة على هذا الطلب خاصة وأنه يتزامن مع تنزيلها لعدد من البرامج الاجتماعية التي تتطلب كلفة مالية كبيرة من قبيل التغطية الصحية والدعم الاجتماعي ورجحت نفس المصادر أن تتراوح الزيادة التي يمكن للحكومة أن تقدمها لنساء ورجال التعليم بين 500 درهم وألف درهم مؤكدة النقابات تراهن على زيادة ألف درهم لكن يستبعد أن توافق الحكومة على ذلك نفس المصدر أكد أنه لم يتم توصل إلى أي اتفاق بين النقابات والوزير المكلف بالميزانية إلى حدود جلسة الخميس السابع دجمبر الجاري حول الزيادات في رواتب نساء ورجال التعليم لأن الحكومة لم تقدم أي رقم للزيادة التي تقترحها أكشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن حسمه في جلسة اليوم الجمعة الثامن دجمبر